ينشغل وليام بتزيين محله بمستلزمات عيد الميلاد فهذا هو الوقت الذي ينتظره طوال العام لتحسين دخله الاقتصادي لكن كورونا هذا العام طغى على شكل الاحتفالات فالإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطة الفلسطينية دفع ثمنها وليام وغيره من أصحاب محال الزينة خليتونا بالنفس باليام العيد ويكونوا تسكروا طب ما إحنا هذا العيد إحنا بنستنى بندفع أساس أن نحسن مضعنا فهذا مش معقول يعني القرار اللي أخذوه للحكومة يعني بإمكاننا كان سكرنا قبل بشهر قبل ما يجي معادل الميلاد تسكير معروم رح يقضي علينا لأنه إحنا هنا الشهر هذا موسم إلنا يعني إحنا إجمالا في البيع مش كتير شغلنا ماشي كان يعني تحفو هدايا وهي شيء طول السنة خفيف بس في الوقت هذا إحنا الشهر هذا شهر الكريسماس إحنا مختصين في الكريسماس إغلاق جزئي فرد على الأراضي الفلسطينية حتى اللحظة وأنباء تتحدث عن إغلاق شامل سيفرد أيضا خلال منتصف هذا الشهر ولكن رغم ذلك قرر الجميع أن يلجأ إلى هذه المحال والاستمتاع ولو بالقليل مما يملكه لتزيين شجرة أعياد الميلاد المجيدة المدن الفلسطينية رغم بدء العمل بتزيين شوارعها إيذانا بموسم أعياد الميلاد إلا أن سكانها ترقب خطاب رئيس سلطة الفلسطينية الذي أعلن فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد لقد أعطيت تعليماتي للحكومة للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر هذا المنحن العالي للإصابات مهما كان الثمن الصلاحيات الكاملة التي أوعز بها رئيس الفلسطيني للحكومة بعمل كل ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا شاملت تأمكانية الذهاب لإغلاق كامل فترة الأعياد عدد الوفيات عندما اقترب من 20 وفية في اليوم فهذا مخيف بالنسبة للحكومة الفلسطينية وللجنة الطوارئ لذلك كان القرار بأن يكون هناك إغلاق لمدة يومين 48 ساعة إغلاق شامل ثم يعني عودة الحياة في النهار مع إغلاق في الليل لماذا يعني نهاية الأسبوع مع الإغلاق الليلي لأنه نحن نعلم أن نهاية الأسبوع هي مساحة للتزاور الأسري والاختلاط وهذا قد يساعد في تفشي الفيروس أكثر إغلاق وجه برفض من قبل الشارع الفلسطيني الذي عانى من أزمة اقتصادية سببتها أموال المقاصة وفيروس كورونا ومواجهته من رام الله فاتن علوان الحرة